المجلس الرئاسي يدعو رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى حضور اجتماع الأحدى المقبل للنظر في تسمية وزير للدفاع ملوحا بأنه سيتخذ إجراءا فرديا بتسميته وإحالته لمجلس النواب للتصويت في حال عدم حضور الدبيبة للاجتماع لهجة أثارت عديد تساؤلات حول أسبابها وتوقيتها فهل أزمة جديدة تلوح في الأفق فخطاب رئاسي تزامن مع إعلان ناطق باسم مجلس النواب عبد الله بالحيق أن جلسة النواب الاثنين استعرضت رسالة اللجنة العسكرية 5 زائد 5 التي تطالب مجلس النواب بتعيين وزير للدفاع وعدم صرف ميزانية الوزارة إلا قبل ذلك اتجاه قد يرتبط بما كشفه عضو مجلس النواب جاب الله شيباني في مدخلة معاليب الأحرار عندما صرح بأن رئيس مجلس النواب قد لوح باختيار مناصب السيادية في الأسابيع القادمة دون الرجوع إلى الأعلى للدولة في مذكرة وجهها إلى البحثة الأممية خوض البرلمان في هذا الملف يتزامن أيضا مع مناقشة النواب للميزانية العامة للدولة والتي تأخر اعتمادها وأجلت لأكثر من جلسة بالتوازي مع الخوض في ملف مناصب السيادية ما دفع البعض إلى ترجيح ما يثار حول مساومات وتقاسمات ومحاولة البرلمان ابتزاز الحكومة للحصول على وزارة الدفاع مقابل اعتماد الميزانية وكان المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري قد شن هجوما على رئيس حكومة الوحدة وأعلن عدم الاحتراف به وزيرا للدفاع وأن هذه الحقيبة لا تزال شاغرة مطالبا حينها باعتماد عبد الرزاق النظوري رئيسا للأركان العامة اتفاق ملتق الحوار السياسي الموقع قبل أشهر نص على تسمية وزيري الدفاع والخارجية بالتشاور مع المجلس الرئاسي وطوال هذه الفترة تولت بيب منصب وزير الدفاع فيما أرجع سبب تأخر تسمية الوزير إلى ضغوط دولية وفق قوله